ما إن فك نادي مانشستر سيتي يحقق الانتصارة والآخر ويحرز اللقب بعد اللقب وهاهو هذا الموسم يصنع الحدث بمنافسته من أجل الحصول على رباعية تاريخية لم يسبقه إليها أي فريق إنجليزي فقبل فترة فاز النادي بكأس رابط الأندي الإنجليزية المحترفة وتأهل إلى الدور النصف نهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وانحصرت المنافسة على لقب الدور الإنجليزي الممتاز بينه وبين ليفربول وينافس أيضا على أمجد الكؤوس الأوروبية كأس مسابقة دور الأبطال الأوروبية فالمنافسة على رباعية كان حلما صعب المنال بالنسبة لجماهير الستيزن ولكنه اليوم أصبح واقع يرونه أمامه Threeth أ pert Vielen last captivating Hancock they've got strength all over theettage why couldn't they I don't think United are that BIG a threat I would've fancied them more in the Champions League if they kept Jose because he's been there and done it before I don't think United will be a threat I think their biggest trick is probably going to be Liverpool Or Barca because they've got Messi It's just tough to beat Man City They're just too good They're just a powerhouse They've got the best players in the league and I can see them going all the way in the Champions this year as well I believe they're attackers قصة نجاح كبيرة ينسجها مان سيتي وحقق خلالها قفزات كبيرة إلى الأمام نجاح ساهمت فيه أيضا جماهير النادي من خلال الوقوف معه إذا Man City can keep it together for the next two games I think they can, with the coach Pep they can put it together and they can win it but I think they're in disrespect to now and are still involved and they're the team to beat in the Premier League estado But I think Liverpool's still got a lot to learn but Man City is gonna effect the Sandwich team it's just inevitable من المال فهم كل يوم، بمكتبت بفعله يوم من هذا عام مركبا يتم ساعتنا بعض المعابفة لكن، يمكنك أن تقول أن السيتي يتميزها بتالج سيتيين يشعر كل الهاتف الذين ملتنون من حولها ويجب أن يتعلمون معا organized وصفة مستعدين. والطريقة التي يتعلمون حولها والطريقة التي يشعرونها والطريقة الآن. تنفظون أين مواريا جماهير الفرق الأنجليزية الأخرى انقسمت بين مؤيد ومعترف بقدرة السيتي على الحصول على الرباعية أثبت مانشست سيتي أنه الأقوى محليا هذا الموصل وعليه فإن الفوز بأربعة ألقاب لن يكون بالمفاجأة فتح الرحال لبرنامج جول قنوات بوضاب الرياضية